السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجالشين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم حبايب عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة جيالك بقى بوصفة الفراغ دي حلوة جدا من غير بقى فرن ولا شواية حاجة كده تشرفك في وسط العزمات وطعامها حلو جدا مشكلها بسم الله مشاء الله لو انت بقى اول مرة تشوفي قناة تشتركي فيها وحطي لايك للفيديو ويلا بينا نبتدي على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على بركة الله اول حاجة طبعا انا معايا الفرخة دي فرخة ونص مقطعها وغسلها كويس جدا وخليتها زي الفل وبرحتك خالص هاتقي اي نوع فراخ او اي حاجة انت عايزها بالطريقة اللي احنا نعملها وتطلع معاك نجحة ومعايا كده ربع فلفل اللي هو الفلفل الرومي مقطع مكعبات وعليه قرن فلفل كده حامي ودول خمس حبيات طماطم مقطع مكعبات ودول كده هنا ثلاث بصلات كبار البصل الكبير ده تلاتة برضو مقطع مكعبات كبيرة وهقولك برضو عالتوابل وإحنا شغالين بسم الله الرحمن الرحيم ومعايا كده بقى تحط الحلة اللي عندك او اتطاصة برحتك خالص واحطي كده شوية زيت صغيرين ومعاهم معلقة سامنة كبيرة طبعا بيش هنزل بالفراخ خالص لما الخاطر الزيت والسامنة يسيحوا وتقدحوا كويس قوي يعني سخنوا كويس جدا وكمان أنا معلية النار واول حاجة هنزل بها بالفراخ اللي هي نحة الجلد دي هنزل بها كده عشان خاطر تاخد صدمة وتديني لون حلو الدهبي وكمان عشان خاطر الفراخ ما تنزلش ميتها ورس حلو كده الفراخ بتاعدتها كده في قلب الطاصة او الحلة اللي هي تشغالة فيها بالشكل ده كده ورصصها بحيس ايه ان كله يوصل للزيت والسامنة كده عشان خاطر كله يتحمر وياخد معايا اللون الدهبي الحلو ده بيش هاجن حطها خالصة لما تاخد لون من تحت خلاصة هي الفراخ خدت لون من تحت اهو شايفا اللون الدهبي ده اللي احنا عايزينه خلاص كده هقلبها بقى عن نحية التانية وحاولي برضو الحتة اللي هي ما توصل لهاش زيت حوالي بلي حطيها عشان كله ياخد نفس اللون خلاصة اللي بتاع على الوشين اهو اتحمرت معايا بالشكل ده لو لقيتش واحدة جامدة ولا حاجة لزقة بلاشتش تحركها سبيها لما تفك الوحدي هي خلاص كده لونت معايا في النحيتين حمرتهم انزل بقى بالبصل طبعا طول تلات حبيات بصل قلم الطعام كبيرة اللي هي المكعبات الكبيرة انزل بقى الوقت كده عليهم برضو بالتوابل عشان يبقى التوابل بالبصل كده يشربوا من بعد ويديني طعم حلو التوابل بتحتي دي معلقة بابركة كبيرة بيديها لون حلو قوي ومعايا هنا معلقة صغيرة اللي هي بهارة الفراخ ومعايا كسبارة اللي هي معلقة صغيرة برضو كسبارة نشفة ومعايا معلقة فلفل اسود ومعي طبعا الملح وعلى فكرة انا حطيت برضو هنا نص معلقة ارفة صغيرة كده بيجيها طعم حلو قوي برضو نقلب بقى البصل مع التوابل مع الفراغ بالشكل ده علشان خاطر البصل والفراغ كله يشرب من بعضه بالشكل ده كده حاول كده وزع البصل على الفراغ كده طبعا ينتي لما بيجيب التوابل حلو قوي بتاعتك بيفرق معك في الطعم لان في بعض التوابل ما بتبقاش لها طعم حلو ولا حاجه لما انتي بتجيب التوابل كده من العطار يكون انتي واسقة فيه والتوابل بتاعته حلو جدا طبعا بيفرق معاك في الطعم جدا خلاص بقى في المرحلة دي هغطي بقى كده غطي البصل مايتشرب من الفراغ كده ويدبل معاك هيبقى معاك بالشكل ده شايف البصل والفراغ كده انزل بقى الوقت كده بعد البصل ما دبل انزل بالخمس حبايات طماطم اللي احنا برضو مقطعينهم كبار بالشكل ده كده في المرحلة دي انا هوطي النار بقى انا طبعا وطيت النار على البصل بس انا انسيت اقول احنا وطينا النار اه على وهي بتشرب مع البصلة برضو النار هنا واطي وانا نزلت بالطماطم باش هنزل برضو باي حاجة تاني لغاطي البطم دي ما تتسبك كده وتنزل مايتها برضو مع الفراغ شايفا الـ آه البصل اللي خلاص الطماطم نزلت مايتها وديبلت خلاص زدار مع الفراغ كله تشرب ببعده انا هنا حطيت شوية ملح لان انا قلتها محتاجة شوية ملح فانا ايه زبطت الملح بتاعها حركي بالراحة خالص لان خلصت الفراخ بتاعتنا يعني كده خلاص دخل على سوا شايفا العظمية فصلت ازاي عن الدبس وطبع عشان تتأكدي حط الشوكا لو دخلت بسولة يبقى خلاص كده الفراخ معايا جاهزة اخر حاجة طبعا بنزل بيها هو الفلفل لان الفلفل طبعا احنا عارفين انه هو ما باستحملش النار فاخر حاجة قبل دقيقة اولا دقتين كده قبل ما تدفع الفراخ بنزل بالفلفل واول ما يدبل معايا الفلفل كده بالشكل ده خلاص احنا هندفع على الفراخ وتبقى كده الفراخ بتاعتنا جاهزة معايا بس بقولك ايه ما تروحش في حتة لسه فيه تكتين حلوين جدا هنعملهم للفراخ عشان خطر تخلي فراخنا احلى واحلى شايفة بقى مية الفراخ والمية اللي نزلت من الفراخ والبصل والطماطم شايفة الجمال بجد يا سلام يا سلام عايزة بقى اعيش كده وصلتها وطحينة ويديها يا معلم حاجة كده جميلة جدا عايزة اقولك الريحة جميلة جدا التكة بقى اللي بقولكو عليها خلاص كده انا يعتبر كده خلاص هطفي على الفراخ اخر حاجة باضيفها هو اللمون هاته اللمونة كبيرة وابدأ اعصرها على الفراخ عايزة اقولك اللمونة مع الفراخ بقى في المرحلة دي بتعلي تست الفراخ وبتديها طعم حلو قوي خلاص طبعا تفيد بقى على الفراخة هي والفراخ بقى الجهزة معايا اخر حاجة بقى باضيفها اللي هي الفحمة على فكرة يا بش محتاجة بس طبعا الفحمة بيديها طعم حلو قوي اكينك عاملها على الفحم بنزل بحطي كده ورقة الالمونيوم دي لو بيش عندك حطي طبق صغير كده في وس الفراخ كده وبحطي عليها الفحمة بس انا هنا ايه عندي ورقة الالمونيوم حطيتها على ورقة الالمونيوم وهنزل عليها من قطتين زيت واول من البخار يطلع بتاع الفحم خلاص هغطى عليها شايف اغطى بسرعة بقى غطيت بسرعة كده وست دايق بالزبط وهبتح عليها خلاص هي بقى الجهزة معي الفراخ بسم الله ما شاء الله ولا فرن بقى ولا شواية ولا اي حاجة وسريعة جدا وحاجة كده هتشرفك في قصة عزوماتك بجد حلوة جدا وطعمها روعة ومالية الشقة كلها من ريحتها وحلوتها ان شاء الله اتجربها على طريقتنا بكم تكايل اللي قلنا عليهم في الفيديو بجد حلوة جدا لو انت عجبك بقى الفيديو النهاردة ان شاء الله اعمل لنا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته